موسيقى صباح الخير عليكم جمهور برنامج فكرة واهلا بيكم في حلقة جديدة النهاردة بقى الحلقة بتاعتي مميزة ومتميزة عشان احنا من النهاردة ان شاء الله هنكون معينا برنامج فكرة وفي سلسلة حلقات ان شاء الله مميزة جدا مع الشيخ سيد محلب وهنسميها من النهاردة سلسلة خفية واسرار مع الشيخ سيد محلب عايزة بس احكي لكم كده حاجة صغيرة جدا انا من الناس اللي كان عندي في بيتي طاقة سلبية جدا ويمكن كان عندي خوف وعصبية يعني ما كانش ليها مبرر ابدا بس انا لما شفت السيد محلب او الشيخ سيد محلب انا اصفة جدا يعني حبيت ان انا طبعا اكون في تجربة معي في الموضوع ده فعلا جاي للبيت وقروا لي قرآن وخلى بيتي فعلا فعلا لما جربته يعني كان البيت بتاعي حاجة متميزة جدا حسيت بطاقة واجابية جدا حسيت ان انا نفسيتي هديت جدا حسيت ان انا كل يوم بتغير عن اليوم اللي قبله حبيت النهاردة استضيفه معينا في الاستوديو عشان نعمل من اول وجديد كل الحلقات اللي هنعرف فيها الناس ازاي نحافظ على نفسنا ازاي نحصن نفسنا وازاي نكون ان شاء الله ناس سليمة جدا ونعرف ايه الفرق طبعا من الاول وجديد ان احنا ازاي نكون كويسين وان احنا نكون عندنا طاقة سربعة وانا في الاستوديو الشيخ سيد محلب نورتني جدا ويعني انا عايز اقولك ان انت من الناس المتميزة اللي غيرت حاجات كثير في حيات بس انا بقى النهاردة دون العاني طبعا عايزة يعني نوضح للناس من اول حاجة كده او اول سؤال ازاي كل شخص يكون عارف الفرق بين ان هو يكون طبعا مصحور ويعني يكون مش محتاج طبعا ان هو يعني يروح لشيخ اولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اولا انا اؤمن بالسحر لاني مزكور في القرآن طالما ربنا ذكر في القرآن يبقى موجود مفيش في شك ولا نقدر نقول لا انا ما بقمنش بالخرافات دي او ما بقمنش لا موجود طيب ازاي بقى اعرف ان انا مصحور اولا الرسول عليه الصلاة والسلام صحر صحر ثلاث اياه طيب هو عارف منين ان هو صحر او ان هو مصحور الحديث بنص الحديث ان هو خيلة لا يعني كان بتخيل حاجات يعملها وما كانش بعملها قول انا عملتها او لا ده ما حصلش ده السحر او سحر التخيل طيب انا كشخص طبيعي او اهل البيت او اي حد في البيت اعرف ازاي اصلا ان انا عند صحر بداية كده كشفي بسيط من غير مذهب لاي حد اتأكد بنفسي وبعدين اشوف الطرق في القرآن والسنة او اروح لاي حد راقي يشوف لي الموضوع الراحة خلص هنجيب كوب ماء هنقرأ عليه الفتحة ثلاث مرات او سبع مرات ونشرب منه بعد كده هشوف طعم المية اتغير معايا ممكن مية طبيعية جدا والناس كلها شربة منه او اهل البيت شربين منه طبيعي مية طبيعية بس انا معاه شخصيا طعمها تغير كده يبقى في حاجة طيب ممكن تتغير احنا ممكن نقول الحسد والعين والكلام ده كله يغير طعم المية طيب انا عاوز اتأكد بس من نقطة السحر نقطة السحر هتأكد منها انا كشخص طبيعي كنت بصلي ملتزم بروح شغلي بدون كسل بدون حاجات كتير جدا طيبا لو الاصرفات ده كلها او الاوضاع عندي تغيرت اعرف على طول ان في حاجة مش طبيعية انا انسان كنت بصلي فجأة خلاص ما انتش بصلي كنت ملتزم في الدراسة فجأة اسلوب اتغير محطن شاطر حاجات كتير اتغيرت في الدراسة في شغلي في وظيفتي في محل عملي في التجارة كل ده نبدأ نعرف على طول ان هنا في مشكلة عشان الاسلوب اتغير حالات اتغيرت كلها ايه انا كده عرفت ان في مشكلة عندي في مشكلة من سحر طيب ايه هي بقى طريقة العلاج طريقة العلاج بسيطة خالص بدون الذهاب او لو الامر مصعب والامر بسيط هعمله ببيتي موضوع بسيط جدا لو احنا اتبعناه ما فيش في مشكلة اي حد هيجربه وهيشوف النتيجة وان شاء الله هيدعيلي عليها طيب اولا طريقة العلاج هجيب ميا ماء ورد وزعفران متوفر عند العطار هقرأ عليه ايات ابطال السحر ممكن اجيب الرقية الشرعية من على النت او اجيبها من اي كتاب واقرأ عليه بعد كده هستحمى ثلاث ايام ده طبعا خارج الحمام يعني خارج الحمام بتستحمى عشان فيه قرآن بعد كده هبدأ ادعى ربنا زي ما الرسول عمل رسول صحر سلاث ايام كان بيعمل ايه بيدعى ربنا ليل ونهار يعني ثلاث ايام بلايلهن يعني لازم ادعي مع الدعاء مع القرآن لو في الثلاث ايام اسلوب اتغير وبيت اهدى هكررها تاني طيب نظرا ان انا من الناس اللي كان عندي بس طاقة سلبية او عصابية او حاجات كتير عايزك طبعا هتوضحها في الاول بس عايزة اسأل سؤال مهم ازاي عرب بقى ان البيت ده يكون مصحور من الجيل تمام اولا انا عايش في المكان كان طبيعي جدا وفجأة الاسلوب تغير فيه فيه مشاكل بينه وبين زوجتي بينه وبين اولادي ابن الكبير ما عادش بيسمع الكلام او بنتي ما عادش بيذاكر فيه لمبات بالبيت بنتها تتحرق بسرعة وتنطفي بسرعة دي برضو علامة الامور بين العائلة تتلقى اتغيرت بقى 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 البيت كويس طبيعي ما بيش مشكلة ادخل البيت الامور عندي تختلف كليا بمعنى ان انا ممكن على اقل سؤال اتخانق مع زوجتي او مع اولادي اعرف على طول ان انا امور غير طبيعية تب لو انا اخدت زوجتي وطلعنا برا البيت وكنا كويسين جدا والامور بيننا حالو حتى لو عندي مثلا اي حد اصحابي او في اي شقة تانية وامورنا كويسة ادخلت البيت اتغيرت اعرف على طول ان البيت فيه سحر فيه خيالات في البيت احلام كويس كل ده علامات تؤكد ان البيت مش نضيف طب الكويس دي بتبقى عبراني ممكن الكويس ان فيه حيوانات مفترسة ان انت بتقعي من مكان عالي ان انت بتشوفي خيالات حد ماشى في البيت تسمعي الصوت في المطبخ لكن فيه حاجة واقعت الكوباية او اي حاجة تانية دي تعرف على طول ان فيه كده امور مش طبعية والقطة الصودة صح؟ اه طبعا لو فيه قطة موجودة في البيت باستمرار باستمرار تعرف على طول ان البيت مش كويس طيب اختلف لونها سواء بقى صودة او اي لونتيني؟ طبعا هي القطة او ايا كان الحيوانات طبعا ما ينفعش طبعا غير القطة او الزواحف اللي هي الحشرات اعرف على طول لو فيه نمل كتير فيه سراصير دي طبعا من علامات وجود السحر على فكرة انا بتعلم منك كتير جدا طيب فيه بقى سؤال مهم ازاي نعالد موضوع البيت المصحور من ديجان تمام اولا نجيب بخور تمام؟ افتح الشبابيك يوميا سلط البقرة في البيت يوميا امسح البيت بمعطر يوميا يعني لو انضف اللي هو الزعفران ده موجود عند العطار متوفر كلنا عارفينه فيه منه عسيل ده بتستخدم في العلاج ومنه اللي هو العشاء بتحط فيه الاكل طيب هنمسح البيت يوميا عشان نسحب الطاقة السلبية فيه اي سحر مرشوش اي عمر مكان نأزن في البيت خمس ازانات يوميا يا عمي احنا دلوقتي ازان الفجر هقوم اصلي الفجر وأزن في البيت الظهر نفس الوضع خمس ازانات يوميا لمدة سبع ايام هتلاقي طاقة البيت كليا تغيرت طيب الناس اللي سعيد بتحاول تعمل ده بس برضو حاسة بكل حاجة الشيخ سايد بقى لما بيجي ايه اللي بتغير طيب عموما هنا زي ما قلتلك التخصص طيب نجيب اي شيخ وراقي يكون طبعا مضمون او ان احنا عارفينه شخصيا يجي البيت طبعا فيه امور ما ينفعش توضع لان لازم هو هيقرأ ايات وهيحسن البيت هيحسن اهل البيت طبعا دي طرقه وهو عارفها لانك قريب من ربنا اكتر من اي حاجة تمام الطرق دي هو حافظها وعملها كتير وطبعا على حسب الاماكن بتبقى اوى منه طبعا حضرتك طبعا بتبقى اوى من اي حاجة لا هي عموما الراقي بيكتاب ربنا والحفظ واللي هو المرة عليه يعني المرة عليه حالك كتير هيبقى عارف وقتها هتتلاقي الطاقة في البيت تغيرت تماما شيخ سيد يعني عايزة اسألك سؤال مهم اه ما بتخافش في اي حالة بتكون انت اللي بتتباحها في الزيت لو مصحورة فيها جيم لا طبعا طيب ممكن الفضل ربنا الحمد لله مفيش حالة جات لي ورفضتها يعني عايزة اقولك حاجة طيب ممكن تقول حتى لو الطرق فيه طرق اكيد ليك انت مينفعش يتقولها لأي حتى انه دي طريقتك تمام ايه الحاجة اللي انت ممكن تكون بتعملها او قلنا كده طرق معينة طرق معينة لو فيه عند حالة تعبانة في البيت ياريت محدش يضربها محدش يلمسها محدش يعزبه لانه بشوف ناس كتير بتمسك حاجات كده غريبة وبتضرب بها الانسان هونت اصلا بتضرب الحالة مش بتضرب الجان لان الجان ممكن اصلا في الوقت ده يبعد عن المريض وتأذي المريض بالضرب ده ايه العذاب وليقولك انا بحرق الجان كل ده لا ده كل ده بأمر ربنا انا لو انت او اي حد ما نقدرش نعزب جان ولا نقدر نحرق جان الحياة بيدربنا والروح بيدربنا احنا كل اللي هم نعمله زي سيدنا سليمان ما عمل بياخد العهد منه ثلاث ايام بعد الثلاث ايام بتقدر تتصرفي معاه بتا اي طرق الشيخ اللي هو اعرفها غير كده يا جماعة محدش يعزب حالة او حد عنده حالة مغمى عليها او حضر عليها جان يريد نتعامل معها نسيبها بيقدوق خالص ومحدش يأزن حدش يقرق قرآن جنبها محدش يمسك ايدها او ضافرها ويقعد يشيد لا كلام ده كل ممنوع سيبها خالص طبيعية وسيقعد جنبها بس دقيقة واحدة هتلاقى فقت الوحدة مش فيه ساعات بيبقى نيس بيقولك الجن مش رودي يطلع منها؟ لا ما بيش حاجة اسمها الجن مش رودي يطلع منها مش عارفة بيش دي ما قولها صعبة وما ينفعش نقولها طالما الجن ما بيطلعش منها يبقى انت شيخ ازاي وراك ازاي؟ طيب حضرتك اللي بتروح دايما للحالات والحالات هي بيجي لا لا معظم الاوقات هم اللي بيجوا طبعا عشان تعرف الشغل ما مقدرش يطلع معظم الاوقات هم اللي بيجوا طيب عايزة كبين اسألك على حاجة حضرتك يعني انا بشوفك الحمد لله من اقوى الناس والله بجد انها تعاملت معها مش شكري فيها خلص يعني بتعلم منك كتير وانت شخص متمعيز قل لي بقى عايزة اسألك في حاجة برضو حاجة صغيرة طيب البيت بقى اللي فيه طاقة سلبية صغيرة جدا ايه ممكن لنعمله غير طبعا حاجة دي ايه حاجة اللي بتكون اقوى من اي حاجة الامور بسطة جدا شغالة الروكية شرعية ماء ورد في ماء الاستحمان بتاع الاطفال او بتاع البيت كله كله استحمل مدة اسبوع بماء ورد بس فيه ناس بتكون مش قريبة من ربنا فحضرتك دايما الصلاة والقرآن اهم شيء بس صداني بتبقى فيه برضو ناس ما بتبقاش فيه ناس بتروش ماء على العطبة فيه ناس بتحس ان هي كل ما بتعمل ده بيحصل حاجة او عارف يعني يقول لنا الحاجات اللي ممكن بتكون مميزة جدا في موضوع السحر او العمل الناس بتعملها نخلي بالنا منها يعني احنا ذكرنا قبل كده لو انت شفت ماء قدام الباب او اه طب نعرف ازاي؟ هو طبعا بيبقى لونه مختلف والريحة صاح؟ بيبقى فيه مسامير ريش اي كلام من ده اي حاجة غير طبيعية بتعرف على طول انه مش مش طبيع بس فيه ناس يعني فيه ناس بتمشي وانا منه عشان كده كنت دايما بقولك انتقل ما بتبصش قدامه اصلا بتقدي لا طبعا لازم ناخد بالنا من كده مش طبعا هنمشي بالشارع هنبص لا قدام الباب بالذات باب البيت او العمارة لازم ناخد بالنا من النقطة دي فيه ناس كده بتكون فعلا الريش اللي عستلم طبعا تأكد ازاي معلش نفضلية شوية ان الريش ده طبعا بيكون ريش اي حاجة تانية وان الريش ده بيكون فيه عمل او سحر اولا لو انا طالع من البيت وشفت كمية ريش كبيرة جدا ده يبقى حاجة مش طبيعية لو ريشة واحدة او اتنين طبيعي عادي ممكن تكون ريشة طبيعية انما لو حاجة غير مقلوفة تعرف على طول انه كده خطر طيب اللي عستلم ده لو حد نسكه لمه او عمله على جانب عادي طيب لازم يمسح برضو بيكون غلط لو مسحه او هو لازم يمسح الاول لا مالش بيكون غلط لو مسكه معلش او طبعا لازم غلط لازم يدلو عليه ماء وملح الاول او قابل قابل ما يشيلو من مكانه معلش برضو عايز اسألك على حاجة ايه اقوى حيلة انت ممكن تكون يعني ازا طبعا في دماغك كده قوية عليك شوية او بصي انا هي حالة واحدة بس ما كانتش مسلمة هي دي اللي وقفت معا شوية لانا يجيلك ناس مسحيين او طبعا جدا او او انا معظم اصحابي من مسحيين ايه طب ليه ما بيلجوش للكنيسة او هم في ناس معتقدة ان لما يتعامل مع مسلم بيكون اقوى وبيخلصوا بسرعة طب هاسألك سؤال تاني عارف الناس بقى سوري المجنونة اللي بتروح تقولك انا هكشف عليك وهكشف ده انت مسحور انا مش عارف ايه بكشف على وشك انا هايز اقولك الناس تترعيك لكده حضرتك بتعرف او بتميز لو قدامك مروة دي فيها حاجة غلط طبعا ازاي لو انت قدامي وملموسة مش هتقعد طبعا ازاي انت بتتكلمي جانا ازاي بقى تحصل لك اي اعراض اي اعراض غير طبعية وانت قاعدة معي هتحصل لك ممكن تشنب في ايديك ممكن صدعه ممكن تدمع كتير ممكن تتتوبيه ده امور غير طبعية عموما لو انت جلست اي حد مريض جلس مع شيخ حتى لو هو رايح له في الطريق ممكن يكون متردد ان هو يروح له على طول نعرف ان هو ملموس فكرة ما حضرتك تكلمتنا قبل كده عن موضوع ان الحسد بيتراكم بيبقى في اول وعادي لما بيتراكم احكي لنا كده ايه اللي ممكن يحصل على فكرة بيدمر الانسان في كل حاجة في حياته في شغل وفي بيته في كل حياة الانسان بتضمار الناس مستهونة دي لا طبعا انا هقولك على حاجة صراحة كده انا اعالج واحد مصحور او عنده سحر احسن معالج واحد عنده حسد اجهد طب ازاي انا بحب عالج اي واحد ملموس المصحور او الملموس معاه سهل جدا اللي عنده حسد ده بياخد وقت في العلاء بياخد وقت كتير جدا طب الترقمات في الحسد دي ممكن تعالجها ازاي طبعا بالركة الشرعية بماء الورد بالاستحمام زيوت طبعا مجموعة زيوت كده بنعملها عشان تحسن الجسم ان ما فيش حاجة تأثر فيه او عارض يأثر فيه ايا كان من العين او الحسد او المس كل ده برنامج علاجي لازم المريض بيمشي عليه المدد 21 يوم طب ها يسألك على حيوة مهمة جدا فيه ناس بقى بتتبع شيوخ تمام بتتبع منهج تاني خالص تقولولك ماء الورد والملح والهبل ده كله مالوش لازم لا طبعا يعني تقولك هو بس العلاج هو قرآنه بس ماشي القرآن انا ما بش عندي فيه شك فيه ولا اقدرت انا بالعنى ده منظومة شغلي انما اي حاجة غير القرآن معلش اسف مش هتجيب نتيجة يعني تروح لشيخة ليه مسك الورقة وبيعملك مش عارف ايه وحاجات كده غريبة وقولك دي تعليها على شجرة وقعدت فينها في المقابر معلش ايه بعيد عن الكلام ده طيب بصي بقى انا عايز اسألك على حيجة مهمة جدا جدا كل الحالات احنا بعد كده على فكرة هنشوف حالات وناس اكيد هتوصل معاك بالتليفون ان شاء الله انا عايز اتكلم في حاجة هنتكلم عليها طبعا بالتفصيل في الحلقات الجاية ان شاء الله اه وزيما نقول لك نسا اتوصل معيك انا عايز اقول عايز اكتتكلم عن موضوع الربط والتعادل تفريقة الازواج طيب الربط وتفريقة الازواج ده عاوز مش حالة واحدة ده عاوز تسين حلقات حالات كتير لانه مستهل تفريق الازواج ده اصلا اللي نزل في القرآن ويتعلمون منه ما يفرقون بين المرء وزوجي ده اصلا السحر مابتعملش هلال كده يعني انا دلوقتي مينفعش اعمل المروه سحر وهي ماشى بالشارع يا اما مخطوبة يا اما متزوجة اقدر من خلال ده اعمله ليه بقى عشان اشتغل على القرين او اشتغل على الزوج والزوجة ان هم ميقبلوش بعض ان هم يبقى في خلف بينهم ده يشوفوا يتخنق منها ده نفس الوضع هنا يبدأ الوسواس القريط عليهم هو جدا موضوع ان واحد يشوف واحدة شكلها وحش جدا طبعا طب يعني ايه موضوع ده اليازي شوفها وحشة هو ده طبعا من قرنها او من التسليط اللي هو عامله او من السحر اللي هو عامله بيخليها في نظره القرين او قرين الشخص لانه هو ما يعتبر من اخطر الشياطين قرين الانسان نفسه يعتبر لانه اي ساحر بيدخل من خلاله يعني مش الشيطان ده القرين هو اللي يرصص القرين نفسه ايه فرق من القرين مش طوال لا القرين قريب مني اه بدل ما يبعد جان ويوكله الكلام ده كله هو معايا هيوكله بس بكلمتين والموضوع خلص اهيه هو ايه موضوع اللي حد اللي بيسحر حد ويحط له شعر في السلسلة ويحط له الحاجات زي ازاي اي سحر اي سحر ما بتمش الا من قطر الانسان اه من قطر الانسان لانت تلاقي الناس كتير راح لشيخ واخده معاها ملابس اه ان هو يكشف من خلال الملابس هو ده اقرب شيء للانسان وقرينه يبدأ من خلاله هو لما ريحته بتروح من اللبس ممكن السحر ينتعي خلاص هو عمله اتنفذ اتكتبوا عليه حارس الموضوع خلاص هو السحر بيموت مع السحر لو ميت لا اوف ازاي بقى ده مستمر للواحد وتوكيله مستمر السحر لو قرطله او فكه خلاص طيب انت قابلتك حالات زي دي في ناس انا سمعت يعني بمعنى اوضح اجب هلك كده بمعنى اوضح لو انت اشتريت منه عربية وعملتلك توكيل خلاص العربية بتاعتك او لو انا مت توكيل معك من عربية مش عارفة كان فيه ناس بيقولوا ساعة السحر بيبطل مع السحر لا عايزك تكلمني عن وبرده تكلمنا ودي برضه ناس كتير كلمتني احنا لازم ناخد على فكرة بعد كده مباشر ان شاء الله ان شاء الله موضوع السحر السفلي والسحر من فوق ايه اللي اوحش بيش حاجة اسمعها سفلي وعيدو بجد طب دي ايه دي ايه كوباية كوباية تمام فيها ايه فيها اه طب لو انا طلبت حاجة غير القهوة بيجيب هارف نفس الكوباية اه طبيعا اه صح اه لو انا قلت له هات ينسون هات ايها نفس الكوباية صح هو هو نفس الجان اللي بينفز هو جن واحد بيش حاجة اسمعها تخصص زي عندنا مثلا اقولك مهندس لقى دكتور دا مش عندهم كده على فكرة انا بياخد كل دا عارف ليه عشان نس تشوف سلسلة الحلقات اللي بعد كده احنا مجمعينها ونياخد يعني موضوع موضوع لان ينس كتير جدا الشخصيد لما شايفتك معنا في حلقات بتسأل اسألة كتير فلازم يعرفوا على العقل حاجات صغيرة عشان بعد كده لما ييجوا عند سلسلة الحقيقة دي يفهموا كل حاجة طيب موضوع بقى انا اعرف ازاي موضوع لو حد دخل بيتي واخد مني اي حاجة برضو محدش فيه اخد دا له فيه واحدة كان يعني كنت عارفة حكاياتها وكنت بشوفها دايما صحابتها ما يطلعش عارف السلسلة حالتها الصحية كان بتتدهور وها مش فهمها دا ايه وبيروحوا لدجالين لدجالين الزهار في دا دجال وده الشيخ بقى طيب انا هسيب نص السهل هجواب على الاول اللي هو ازاي ان مثلا حد داخل البيت بالزبط طيب اي شعر اي ملابس الكلام دا كله حفظ عليها بلاش نحطها اي مكان بحيث لو ضيف جالي يبقى موش شايف حاجة طيب الشعر لما اجا تخلص منه شعري انا او انت فيه ممكن تتفنه هتفنه طيب غير كده انت حرق ايه احرقه هو طبع هو انت كده كده بترميه في الزبالة او هتفرق فيه لما انت هتحرقه انت حرقتيه قدامك ضمنت ان محدش هلمسه او حد هياخده او تمام اي ملابس عندك قديمة بلاش ترميه اخسلها بماية وملح وماء ورد واعطق حتى لو قديمة لو هتترمى في الزبال واعطريها وبعدين تتخلص منها عشان ما يبقاش فيها العرق او القطر اللي احنا بنتكلم عليه اي حد هياخدها ما يعرفش نيه بتاع مين عايزك تدي نصايح للناس كده في اخر تدي اثيام عن ده ياريت ياريت ان احنا نتبع القرآن والسنة في حياتنا كلها الاول لأسف فيه ناس كتير غايبين عن ربنا لا طبعا القرآن والسنة ده الحياة كلها لازم نتبعها في كل شيء في العلاج في حياتنا كده ان شاء الله ما بيش ضلر على حد ان شاء الله معنا سلسلة حلقات تتير متميزة هنكون فيها مع بعض عايز اقولك انت شرفتين وعايزك برضو كلمة اخيرة صغيرة وكده تقولها برضو في سلسلة الحقيقة تجي ان شاء الله ان شاء الله يعني هنتكلم عن طرق كتير عن السحر عن ازاي لو انا وخطبتي بينا مشاكل او بينا تفريق ازاي تخلص بينا انت موضوع او طبعا ان شاء الله حلقات كتير هنتكلم فيها ياريت بس الناس ادعي لنا بس ان احنا بس نقدر نفيدهم والله العظيم انت متميز جدا والناس صدقني ان انا بتعلم منها وعلى فكرة انت علمتني ان الشيوخ زي ما انا قلتلك مش فضائل لا طبعا اهم حاجة ان هو يكون قريبا ربما شرفتين ونورتين والستوديو كمناور بي ازاي المشاهدين استنونا فيه سلسلة حلقات خفاية واسرار مع الشيخ سايد محلب اشوفكم على خير ان شاء الله في برنامج فكرة الى اللقاء اشتركوا في القناة